الملاحظة الثانية يعني كلمتوك عن الملاحظة اللي تخص في الاتنى الملاحظة الثانية حقيقة ليها علاقة شوية بالتحكيم سواء المستوى اللي شوفنا به خسيل ويسمون ويرف في حكم مباراة القمة الأهلي والزمالك أو حكم مباراة طبعا في مباراة الأهلي والبيرامتز واحد هو ليه لعابتنا يعني ما بنشوفش حادث الانضباط والالتزام يعني زي ما بنقول للتحكيم ما علي لابد ان احنا كمان نقول ما له فأنا الحقيقة بشوف انه مع الحكم الأجنبي شخصية اللعب المصري بتتغير مستوى انضباطه بيتغير درجة تقبله لقرارات الحكم اللي ممكن في أوقات كتيرة جدا تبقى تبقى غلط يعني المناسبة حكم مباراة أنا بشوف انه قرار البانلتي بتاع بيرامتزل في نهاية المباراة قرار غير صحيح أو غير سليم وزي ما بننتقد حكامنا لابد ان احنا كماننا ننتقد الحكام الأجانب وحكم الفار مباراة أخطأ انه ما استدعاش حكم المباراة وحكم الساحة انه يشوف اللعبة دي لانه هي لما تشوفناها في بكل زوايا الاعادة ما فياش اي احتكاك وما تستدعيش اي ضرب الجزاء والحمد لله الحمد لله انها كمان ما كانتش غلطة مؤسرة يعني لو النتيجة كتواحد صفر قبل ما حسام حسن يسجل الجول وضرب الجزاء دي تحسبت كانت تبقى أزمة كبيرة جدا النهاردة بالمناسبة يعني وانا بكلمكم على في العنوين بقول لكم انتحد الكرة وافق انه فتح الموضوع لاي نادي عنده رغبة في انه يستدعي تقم تحكيم أجنبي المطشاط وانا عارف انه نسبة الحساسية بنسبة لكل الفرق مش بس الفرق اللي بتنفس على القمة او اللي بتنفس او اللي وصلت لأدوار متقدمة في بطولات الكاس قديم وجديد هي اللي عايزة حكامها جانب لها ممكن تلاقي جدا تحت في القاع المعركة اكتر سخونة وبالتالي ممكن تلاقي فيه رغبة كبيرة جدا من الاندية وخصوصا انه احنا نتكلم النهاردة على يعني انا آسف انه معظم الاندية المصرية بتشتكم التحكيم المصري مش الاهلي بس يعني مش احنا بس اللي بنهايلايت الجزء دي لكن راجع كده تصريحات معظم المسؤولين في اغلب الاندية المصرية في مشاكل كبيرة جدا مع التحكيم بالتالي تحت الكرة قال لك افتح موضوع 35 الف دولار تكلفت تقريبا استخدام تقم تحكيم أجنبي عايزين بس فترة كده عشان ما يبقى الشورت نوتوس يبقى قبلها فترة اطلب وادفع الفلوس نجيب لك تقم تحكيم أجنبي وسؤال تاية تحدي الكرة بقى او لجنة حكام يعني اذا كان الحاكم تقم تكلفة استقدام تقم تحكيم أجنبي بتوصل ل 35 الف دولار طيب ما ترفعه شوي رفعه من كل حاجة يعني رفعه من المقابل المادي اللي بياخده حكامنا المصريين مهم برضو فيه احساس مهم في دعيب عشر فيه احساس بالتفاوت الشديد جدا وده بالتأكيد مأثر نفسيا وده حكامك بره ياخده كورسات ياخده ووركشوبس او ورش عمل يحضروا يشاركوا يتم انتدامهم ياخدوا اي حاجة تسعيدهم على تطوير مستويهم يشاركوا عملوا اتفاقيات تعاون مع اتحادات يعني عندها كرة متقدمة مش لازم نروح أوروبا لكن ممكن نروح الخليج ممكن نروح أسيا ممكن نروح أمريكا لاتينية ممكن نروح دول متقدمة في أفريقيا ياخد التجربة في ملاعب تانية ترفع مستوى التجربة والثقة عنده يعني في حاجة كتيرة جدا ممكن تحصل في الإطار ده اشتركوا في القناة